سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا بقليه كتير جدا ما عملتش فيديوهات بس انا كنت معتزر يعني وكاتب بوسط عن ان انا هتاخر شوية كان عندي كورس كده 48 ساعة باخده في القاهرة والحمد لله عد على خير ورجعت اعمل فيديوهات تاني احنا راجعين النهاردة بالماتش مبين فيشر ولارسن واول ماتش في العشر ماتشات اللي مفروض يلعبوها واللي يجيب خمسة ونص هيتأهل علشان يلاعب بتروزيان اللي كان بيلاعب خصمة اخر مش فاكر اسمه دلوقتي هيجيب لكم اسمه ان شاء الله لكن انا متأكد منه ان كان بيلاعب اسمه وولف جانج اولمن اه وغلبو اه انا عديت عليها بصراحة الماتشات مش مشهورة وده اه لسبب وجيه ان ما فيهاش حاجة مميزة يعني انا مردت عليها مرور الكرام اه بس ما عجبتنيش حاجة فضيعة يعني تحس ان الماتشات اه اتنين بيعجنوا في بعض كده فبتيجي في الاخر مع واحد ربنا يكرمه في الاخر ويكسب فاهم اللي هو مش مفيش خطط ابداعية عظيمة يعني هي حلوة اه جران دمسترات بتلعب عادي لكن مفيش حاجة مميزة لكن عندي شعور جيد جدا ان لما هبص على كروشنوي وجيلر مثلا اه هلاقي حاجة عظيمة مثلا اه لما يجي معادها ان شاء الله هبص عليها اه النهاردة اه ده اول ماتش في العشر ماتشات احنا عارفين ان فشر هيكسب ستة صفر اه مش بحرق نتايج ولا حاجة بس دي حاجة معروفة انا اقيلها من السلسلة الاولى اه التاني حاجة انا غيرت لون البورد بقول له رأيكم في الكومنتس على لون البورد الجديد اه عشان كان ناس مددايقة من لون البورد القديم فقلت ستة صفر الجايين دول نعملهم بالبورد دي ان شاء الله يكونوا لزاز اه تالت حاجة واخر حاجة قبل مبدأ الجيم في سؤال مشهور بيتسأل كتير على جروب اه 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 مجموعة الشطرنج الذهبي انا اكتر جروب بنتمي ليه وبنزل فيه بوستات او بوست ازاي ابقى لاعب مقيم يعني ازاي يكون لاعب مقيم والاجابة دي تنطبق على اي دولة عربية على حد علمي يعني ازاي انا لعيب الوقت مش مقيم ونفسي ابدأ طريقي وابقى لعيب مقيم اعمل ايه؟ اه الحقيقة اه حلوة الشطرنج ان انت لو عندك مئة سنة تقدر تشترك في بطولة رسمية او او لو عندك خمس سنين عادي جدا واللي عنده خمس سنين هيقابل اللي عنده مئة سنة وهيلعبه بعض دي حاجة ما بتحصلتش في اي رياضة في العالم كي تفعله شطرنج وهو ميش داي حاجة فريدة من نوعها جدا ان حد عنده مئة سنة هيقابل واحد عنده خمس سنين عادي جدا وفيش اي مشاكل لما تلاعب في مسابقة يعني ات عندك المسابقة الكلاسيك عموما او اللي هي بتبقى ساعة مثلا و encontratين ثانية علي كل نقل او كده ام بتلاقي تسح جوالات النظام السويسري دة فالتسع جوالات دول لو قابلت فيهم خمس لعيبة مقيمين لو قابلت خمس لعيبة مقيمين وعملت نتيجة إيجابية معهم مع حد منهم يعني جبت نص من خمسة مثلا نص من خمسة يبقى أنت فيه واحد منهم عملت معه نتيجة إيجابية يبدأ ينزل لك تقييم دولي يعني تفتح صفحة الفدي وتكتب اسمك يطلع لك الصفحة بتاعتك وأن أنت لعبت الناس دي وأن أنت تقييمك كذا هينزل تقييمك هيينزل تقييمك بناء على قوة اللعيبة اللي أنت لعبتهم والنتاج اللي عملتها معهم في الخمسة دول طيب افرض أنت لعبت واحد ألف ومتين وألف ومية وألف وخمسين وألف ومتين يعني الناس كلهم ضعاف وجبت من الخمسة دول نص بقت تقييم المبدأ بتاعك تسعمية هينزل لك حاجة لا مش هينزل لك حاجة هينزل لك لو تقييمك فوق الألف يعني أول ما تقييمك فوق الألف هتلاقي نزل لك تقييم طيب افرض أنا لعبت يا دكتور مع أتنين بس مقيمين في البطولة دي أنا تسع جوالات كان فيه اتنين بس المقيمين مش خمسة أعمل إيه هينزل لك اي دي يعني اي دي يعني صفحة باسمك بس ملهاش تقييم لما تشترك إن شاء الله في بطولة أخرى تكمل الخمسة بتوعك وتعمل النص من خمسة ويبقى متوسط معدي الألف ينزل لك التقييم إن شاء الله وتبدأ تشق طريقك في الشطرنج بقى كل البطولات المقيمة اللي تحب تلعبها تزود التقميم بتاعك ده كان فيه عجالة سريعة بنت لارسن كسبان نتيجة حلوة أعتقد كان خمسة ونص اثنين ونص يعني نتيجة كويسة وتش مينز إنه لعب قوي جدا بنت لارسن لوفتتاح باسمه اسمه بنت لارسن أتاك اللي هو بيبدأ بالبي ثري بلا بيض لعب تقيل يعني أضعف إلى الشطرنج دعنا نتفرج على الأول ماتش فشر كان بيلعب بالقطع البيضة ولعب E4 الخسم لعب E6 D4 D5 Knight C3 وده اسمه French Defense للناس اللي ما تعرفش الفرنش ديفنس فيه تفرعات كتيرة جدا فيه ناس بعد ما تلعب إنت الحصان ده بيخش وياكلوا وتاكل ويقوم حط التلفيل هنا وبعين يجيب الفيل هنا ويخلص من مشكلة التلفيل اللي مقفول عليه بالمربعات ايه؟ البيضة بتاعته ده مقفول بالسلسلة بتاعته يحاول يعمل الحركة دي والله ينبطوي قوي حلو اللي بيلعبه فرنش أنا بشوف إنه هو ما فيه مشاكل يعني للسود للسود فيه ناس تانية بتطلع بالحصان وتزق عليها ويروح كده وتلعب انت كده ويلعب هو كده ومين لاين فرنش وفيه ناس تانية بعد الحصان دي بيطلعوا بقى ايه؟ بالفيل ده وده اسمه وينور فيريشن أو فينيور فيريشن أي إن كان النطق بس هو وينور بيكدب بالدابليو الدباليو الفيريشن دي ضغط إميديت لي عالسنتر البيضة بتاعك دوت محمي بهذا البتاع فانعيز أكل وبعدين ناكل وفي نفس الوقت بيهددلك إن انا هركب بيادك فهينقلة قوية يعني انت مثل لو لعبنا بلدتي كده نكسر الربطة بياكل بتاكل بياخد منك ميدا. فده تفريع شرب. تفريع ضرب من البداية. اسمه لو بتلعب بابيض لازم تبقى عارفه. احنا ان شاء الله هنبدأ افتتاحيات. هنبدأ بالكاروكان اكوردنج تو البول اللي احنا عملناه الاستبيان اللي احنا عملناه. وصلنا ان احنا هنبدأ نتكلم عن لكن لما يجي الفرنش هشرح لك كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله. انا بستفيد اول واحد. وانت ان شاء الله تستفيد. وانا بعمل حاجة بضمير شديد. مش بشكر والله بس انا بعمل حاجة فعلا عشان انا عايز اول واحد استفيد. فبعملها حلف. اا يعني بدور كويس وبحاول ابحث واجب لك النقلة الحقيقية. اا مش مجرد نقل يعني كده شكله حلو بس مش دقيق. اوكي. بعد ان حسان طلع هنا فشر عارف القصة فقفل السنتر. فالخصم املاعب نايت اي سافن. معا اتشين فاي طلع هنا خلاص شان البيد اقواقف. وفشر سأله سؤال يا عم انت جاي تعمل ايه بالفيل ده? عايز تديني فيلم الاتنين? لو عايز تديني فيلم الاتنين كنت سعيد. قال له اوه انا عايز اديك فيلم الاتنين الصراحة وعا وجلك بيادئ جناح الوزير. اا اا اه كال كال ضرب السنتر بالسي فايف. وفشر لعب هنا نقلة. ال اي فور دي نقلة جميلة. اوما كان فيه اوبشنز التانية طبعا انت لو بتلعب اللاين ده دلوقتي المودرن بتقول لك كوين جي فور. عايز تاكل هنا. والخصم مفاجأة بيلعب كوين سي سيفن ساعات. ولما تاكل بيلعب كده. ولما تاكل بتلاقي لعب بدأ في بيدأ. وبتقوم انت لعب كده. وبيقوم هو طالعب الحصان وبتقوم انت لعب الفور. ده المين لاين. واحد تاني يقول لي ايه يا عم ده? ايه الحصان دي ما كان ياكل البتاع ده. ولكن والله اكرة البتاع ده بتخلي الفيل يطلع هنا. ويكسر الفيل ده الوزير ده اجباري. اا يعني حتى لو مشي هنا ممكن تبقى بقى تكسر انت دوت تبقى تاخد البدأ دوت. يعني الوضع بتاعك مش هيبقى وحش خالص. فعشان كده الخصم بيفضل ان هو يطلع يضغط على السنتر بالحصان. وبعد كده انت تحمي والجيم بيمشي. اا الجيم ده لو انت مش عارفه ما تلعبوش. عشان الجيم ده لو انت مش عارفه فعلا بلابيض بتاخد بيه علقة. وانا انكلت بيه علق وضرب بنار كتير. لحد ما قد انت يعني ادورت وليقيت ان النقلة دي تتلعب قوية جدا وبتلعب كده وبعد ان الرخ بتتزحلق في جي ثلاثة وتحمي هنا ويعني احوار كده ما بنبايتش بسهولة. اوكي. اوكي. هنرجع بقى خلص عن كل الكلام ده. فشر بقى ايه ملعبش كوين جي فور دي. وقام لعب اي فور. فكرة مشهورة جدا انك لما بتاكل الفيل ده بيطلع هنا ويفتح الدنيا ويبقى مش عايزك تبيت. حتى بقى على حساب انك هتسيلي بدأ ده بلاش. بس الفيل بتاعك ده لعب. حسن طلع حسن طلع. بيشيب دي سيفن. عايزي لعب كوين سي سيفن مسلا ويبايت طويل. بيشيب دي ثري. كوين سي سيفن. اه واحد يقول لي مسلا ايه يعني لو بقيتنا دلوقتي يحصل ايه يعني. لو بقيت دلوقتي في حاجة مشهورة جدا. موقف مشهور جدا. يحتاج فيديو لوحده. اه يحتاج فيديو لوحده. اسمه جريك جيفت ساكريفايس. اه تضحية الهدية اليونانية. بيشيب تيكس ايج سيفن. مشهورة جدا. اه مع اه اه البيدق ده. وهو في الاي فايف والحصان المدافع مش موجود. تبدأ بقى التضحية تيجي ياكل تديله كيش. طبعا لو رجع هنا بتديله متات على طول بقى. كده عايز تديله ايه? كيش مات. اه لو طلع كده طبعا خلص كيش مات في واحد فبتطر يمشي كده. خد بالك عشان لو كده ديت كيش دلوقتي. وقام ماشي كده. ديت كيش تاني يقوم غطي. وديت كيش تاني يقوم هربان. خد بالك. خد بالك. هما اللي عمل ايه? قالك لا مش هو ماشي كده. ارزعه كيش الاول من هنا اعمل حج. يمشي كده تم اديله كيش تاني. يمشي كده اه انزل بقى كيش. يمشي اه قدي كيش. يغطي ما عنديش مانع. ممكن بقدي الكيش دي. اه هو تفوقات كتير اوي كينج اف سيفن رجع تاني بكيش. اه كوين تيكس جي فايف. واصلا لو رجع كده اللي عليها احسن نلاقي هنا. اه كوين اتش فايف هنا. عايز ماتات هنا. وعايز كشت هنا. وعايز اللي فيل يطلع. يعني جيم باز. تفوق سبع عالكمبوتر بيقول. طبعا محتاج تحلل بقى كلام ده كتير بس انا بديك المفتاح. ده مش موضوع عن الجديد عموما اه او التضحية الهدية اليونانية. ده محتاج فيديو الواحدة عشان اقول لك بقى بدقة كل كيش هتبقى فين? والتفوق يجي منين? عشان اصلا بعد الكيش دي بستموف انك تيجي هنا يعني. وتطلع بعد كده كده. يزقق عليك تمشي يزقق تاني ترجع. فيلم هندي كده كبير. ارجو ان ان شاء الله تستفيدوا منه. حتى ادور لوحدك. يعني تعلم انك تاخد مني جزء من المعلومة. وانت ان شاء الله تدور لوحدك. اتعلم او التعلم الذاتي. انك تدور برضو مع نفسك. محدش هيتعلم بالفيديوهات بس. طبعا اكون سعيد او اتفرجت على كل الفيديوهات. لكن محدش هيتعلم بالفيديوهات بس. هتتعلم بانك تبزي المجهود مع نفسك بجانب الفيديوهات نساء الله. باشيب دي ثري. كوين سي سيفن. ما بايتش. عرفتم ما بايتش ليه طبعا. فشر بايت الخسمة ام لاعب سي فور. زقق على الفيل. من الاخر هو مش حايزي الفيل ده يلعب بسهولة على الوطر ده. وعايزي بايترب السنتر بعد كده من الف ستة. هو بتضرب من الف ستة ايوة ما هو اي سلسلة البيادئ زي ما احنا اتفقنا بتضرب بتضرب من يعني من القاعدة بتاعتها او من المقدمة. فهو هنا بعد ما الفيل رجع عام لعب ايه ستة وضرب ايه ضرب السلسلة البيادئ دي من المقدمة بتاعتها. بفكرة انك لو كانت حاكل وبعدين افتح الارخاخ وبايت طويل واجيب الروح التانية واخر وعمل بقى فيلم عن المالك وكده. طيب طبعا فشر شايف ان ده بدأ متأكر وممكن بعد ما اكل كده يبقى فيه ضغط وبتاع ام ما اجيب الرخ تلعب. الحسان التانية طلع الضغط على هذا البيضاء. وفشر هنا لعب احلى نقلة ممكن تتخيلها. قد ايه لعب ونصيط ما بيهتمش بالماتيريال ما بيهتمش بالعدد قد ما بيهتم بجودة القطعة. تزعالش يا عام فيه. جودة القطعة يعني بش بايه ثري هنا. وساب البيداء ده اه ساب البيداء ده. بفكرة ان انت منتش مبيت عام الحاج. لو عايز تبيت طويل يبقى الفايل ده بتاع على مالكك يبقى فيه لعب. كلام كبير. اكل 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 اكل. فعلا اخد البيداء اللي احنا ايه? اللي فشر سيبهوله. وهنا قام لعب له نقلة جميلة. كوين دي فور. كوين دي فور دي اسمها سنترلايزنج موف. يعني ايه سنترلايزنج موف? يعني نقلة بصنطر بها الوزير في نصف الرؤعة نشيط. اه لو بيت دلوقتي. البيداء ده بيقع. اذا برضو هو منعه من التبييت. الجنب التاني ما بيبيتش دلوقتي. اه عايز الكش دي دلوقتي. اخبالك وبعد كده ممكن اكل هنا. يعني فيه شغل. المهم صاحبنا اه بنت لارسن فهم القصة انه فيه كش. ام ماشي و ام فيش الرابط الحصان ده. ورابطة الحصان عليها كمان وزير في بيت دلوقتي ممكن تتلعب. الخصم اختار انه يلعب النقلة دي. طيب ما تيجي نشوف هو ليه يعني ان هي النقلة دي حلوة شكلها وحش يعني. طيب هل هو فيه حاجة تانية. وقف الفيديو كده وفكر هو انا كنت ممكن نلعب ايه في الموقف ده. طيب انا هاعتبر ان انت وقفت الفيديو ورجعت. لو بيتنا طويل مثلا. فيه تفريعة هنا جميلة. قالك يبدأ ده بيقع. يزوء عايز يكسر وزراء. يدي له كش. يغطي الكش. ياكل ياكل ويلعب له. لا مش دي. ويلعب له. اي فايف. هات. طب كش. طب مشي. طب طلعنا. وخبلك ان النقلة هنا صعب. حسان متكتف. ما بيجيش هنا ولا هنا ولا هنا ولا حاجة عشان لفيه الواقف قوي. ام. الارخاخ ملهاش معنى يعني ملهاش مكان حية وتلعب فيه. مسلا لو لقب حاجة هبلة زي دي ممكن ياخد مدفى ثانية. بعد الكش دي اجباري ييجي هنا او هنا. هنا بياخد مدفو واحد. جي تحت بياخد مدفو واحد برضو لو جي هنا. فالوضع مش حلو. مش سهل خالص. ازن التبيت الطويل مش حلو. طيب. اه ممكن نتلعب ايه تاني غير التبيت الطويل. ايه رأيك في كوين بي سيكس مسلا عايزين نكسر وزراء. قال لك انها دي بلندر فادح ليه يوقف كده واقول لي هي مش حلوة ليه? خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد. واو. الحسان ده رطته بمصيبة. عايزين ادي مات هنا. ما بيبيتش كده عشان لفيه الواقف. وما بيبيتش كده عشان الوزير واقف. وعايزين غير المات. في الفحصان مقدرش هيكل عشان مدرخة متعلقة. طيب فوق سبعة. ده بتقيل? انا بحاول ابرر لك. ليه بنت لارسن الجراند ماستر الفضيع. ليه عشان هو الموقف كده. مش مفيش غير كده. اوكي. لعب فشر اف فور. طبعا فشر الوقتي مش انت الوقتي هنا. وفيه فايل ممكن يتفتح هفتحه. لازم. مقدرش هيكل طبعا عشان هتاكله. والحسان مربوط. جاب الرخ. امزائق. لازم يفتح الدنيا. هتاكن هنا ده واقع. بكيش. والسنتر تفتح على ملكك. والوطر ده تفتح بالوزير. والوطر التاني بقى فضيع. لعب نشيط اسمه انرجاتيك بلاي. لازم يناكل اجباري وقال له هيخسر الحسان لان الحسان مربوط. اكل. ده له كش. هيعمل ايه? ام جاي كده. خليني ابرر لك كمان. ليه دي تلعبت? يعني ميحطش الفيل فوشه يعني. قالك الفيل فوشه ياكل. ياكل يدي له كش. يروح فين. ما هو ما فيش هنا. شوف الفيل الاسد ازاي? حاجة عظيمة يعني. جي كده تاخد الرخ ببلاش. جي كده تاخد الرخ ببلاش. يغطي تدي له كش تاني. خد بالك. لو جي هنا ممنوع. مش هاعد اقول ازيد وعيدا. يعني انا انا اسف ان انا بقعد اقول ازيد وعيد والله بس يعني بحاول اقولك كل حاجة بالتفصيل. لو جي هنا الكش دي فضيعة. كش دي فضيعة مات خلاص تقريبا مات فاربعة. ازا من بعد الكش دي يضطر يرجع تاني ياخد بقى الكش دي. هيروح فين? يمشي هنا كش تاني. جيم باز خلاص. ولهذا التغطية بهذا الفيل ملهاش معنا. ودي اللي تتلعب. هنا فشر لعب بيشب اف ثري. ضاغطا على هذا البيدق. كان بيقوله يعني ان احسن كان يجيب دلوقتي الفيل هنا. لكن فشر له خطط اخرى. رجع هنا. وده سمح لبنت لارسن انه ياكتف الحصان. ويقوله هاتي الفيل بتاعك. فشر عايز الفيل عايز الفيلين. فرجع ربط مش عايز يديهوله. صاحبنا مشي من الربط. وهنا لعب فشر نقلة في منتهى العظمة تبدو بسيطة وسهلة ومنطقية. الا انها عميقة جدا بكل ما تحمله كلمة عميقة من معاني. النقلة هي رخ فحصان. واكيد طبعا دلوقتي هتقوم ايه اللي. ايه يا عم ده. ما رخ فحصان وهي واضحة. ما هو لو كلب الوزير. ياكل ايه. الفيل بقى اخذ حتتين فرخ. طب ما نعارف حتتين فرخ بس فيه كش جامدة هنا. وممنوع نخش جوه. عشان نخش جوه هناخد كش مات. فلازم نيجي بره. وبعد كده الرخ التاني هتيجي. الوزير يمشي في اي حتة رخ دي تنزل سبعة. عايزين مات ما بتتحلش. هل انت كلعيب شطرنج بتلعب جيم طويل. هيجيلك قلب واثقة انك تعمل المنظر ده. تخسر فرق. اه تخسر حتتين فرخ اه. بس رخاخك تبقى very active كده. والرخ بتنزل مات ما بتتحلش. فش العمل كده. فش العمل كده نتيجة حسابات دقيقة جدا. شايفها من اول هذا الموقف. من اول الشكل ده. يمكن لحد عشرين نقلة قدام او لحد ما الجيم خلص هو كان حاسب. هات وزيرك. اكل البيداء. كيش. جيه هنا. نزل رخ سبعة عايز ما ابنى بتتحلش. وفش العمل هنا لقى الحل. ادى كيش. يمشي. سوري مش يمشي. يغطي بالرخ. هات وزيرك. هات وزيرك. وهات مات. في ايه يا جدعان. ايه فشر. هتحله ازاي. قال لها انا حاسب. ما تخافش. ما تخافش هنوفل انا حاسب. تقوله طيب ماشي. هات لو سمحت. لعب فشر الفيل هنا. هات الوزير. يدي كيش. يمشي. ده النت بيخرف بس معلش. يمشي. لو كشف عليه كده مثلا بكيش. خلاص. تاكل وزيره. عشان كده في هذا الموقف. لو انت لقيت النقلة دي. تخسر الجيم. ليه اخسر الجيم? عشان كيش. يمشي. يأكل هنا. والدلوقتي بقى ايه ما ده مش فيه الدوازير. تاكل هنا. يأكل هنا خلاص. معايا رخ زيادة. او معايا فرق. فرق مكسب. هكسر دلوقتي مسلا. او انزل سبعة واضغط. يعني مكسب واضح وسهل. لكن النقلة دي. اللي هي بتاعة الفيل. هي دي اللي تقدر تمنع المات. وتخلي الموقف متعادل. والنقلة دي لازم تكون شايفها. وانت بتضحي الحصان. اللي من ثلاثة اربع نقلات. من النقلة الكام. روك تيكس اي فاك من تاتة وعشرين نقل. احنا نقلت في نقلة تمانية وعشرين. يعني من حوالي خمس نقلات. وهنا بنت لارسن ادى كيش ماشي. ادى كيش من هنا. طبعا الكيش دي عشان تبقى دابل تشيك. يعني ايه تبقى دابل تشيك؟ يعني كينج مست موف. لازم الكينج يمشي. كيش بالوزير. وكيش بالطبيع. وبالتالي ما اقدرش اكل الوزير دلوقتي وان هعمل ايه في الكيش بتاعت الطبيع. لازم ااكل. وبنت لارسن حسب دلوقتي الكيش دي. امشي بالملك واكل وزيره. فشار كان شايف الشكل ده. وشايف انه هياكل بالفيل ويبقى معاه في لين. وطبيع قصاد الوزير. هل انت لو حسبت هذا الشكل من اول تضحية الفرق هتخش في الشكل ده؟ ده سؤال. مش هتخاف يعني من البادئ دي مثلا. انا عايز اوصل لك فكرة انه قد ايه فشار قلبه ميت وحساباته دقيقة. وانه حقه يتشهر. وانه حقه بعد ماتش في 71 احنا في 2020. حاجة بتاعت قد ايه خمسين سنة? خمسين سنة. ولازم تشوف الحاجة دي تنباهر. اوكي. اكل هت لو سمحت الرخ. الرخ مشت بكيش. مشي بالملك بعد الكيش. اكل البيداء عشان يسلك البيداء بتاع الايه. زق البيداء. مشي بالفيل عشان عايز يدعم زقة الايه. البيداء. اكل البيداء تاني. زق البيداء. هات لو سمحت الفيل بتاعك. يعني ممنوع تزق عشان هيكل يقصد اقول كده. ام لاعب هربان بالفيل اللي هيتطلب ده بكيش. ولما مشي امزق البيداء. اخب بالك من الحسابات واللاعب البسيط السهل الممتنع. لا انا هدقي بالبيداء عشان البيداء ما يمشيش. حمى البيداء. وزير. عشان البيداء ما يتزقش. ام جايب الرخ هنا. في البي وان. عايز يحط الفيل هنا ويزق. والوطر مقفول تماما. فيش وقت ان انا زق واقف الوطر. عشان الفيل واقف اسد. مفيش ولا كشة. كشة مفرد كشات يعني. هات وزيرك. وهنا انسحب بنت لارسن. معزوفة. حاجة عظيمة. اه كلمت كتير. الفيديو اكيد هيبقى طويل. بس يعني ارجو ان انتوا كونوا ان شاء الله استفدتوا حاجة. وانتظروا ان شاء الله الجيم اه التاني من هذه السلسلة قريبا. وبرضو ان شاء الله انتظروا سلسلة اه خمسة هزار وخمسة جد بتاعت التاكتكس. اه النهاردة ان شاء الله على اخر الليل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة